اشتركوا في القناة تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الزمد وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأهزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحدوا به الحق وجادلوا بالباطل ليدحدوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وزرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن طق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِمْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِمْ مَقْتِكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا سْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْنَا سْنَتَيْنِ فَأَطَرُفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّنْ سَبِيلٌ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعْيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتٌ وَإِنْ يُشْرَقْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُبْمُ لِلَّهِ الْعْلِيِّ الْكَبِيرُ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ فَدَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذروا يوم الطلاق يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ يَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كازمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطوع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضونش بشيء إن الله هو السميع البصير أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْزُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاكِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوهُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَتَكْفُرُوا فَأَخَذَهُمْ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٌ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَطَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ مُكَذَّابٌ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا قَتُلُوا أَبْنَاءَنَا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا قَتُلُوا أَبْنَاءَنَا الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ظُلَالٍ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْطُلْ مُوسَى وَالْيَدَعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلْ دِينَكُمْ أَنْ يُذْهِرُ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادِ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُزْتُ بِرَبِّ وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ